ثلاث طرق عشان نخلي الفيس او اجوه سطح معين مسطح فلاتن سواء كان السطح مائل او موازي احد الاكسهات اللي هو الاكس والي على سبيل المثال اول طريقة نختار فيس زي كده وباك نختار شفت جي ونلاحظ ان السطح ده كده غير موازي الاكس لو كان موازي الاكس كنا ممكن نسكيل اكس صفر ولكن خلينا نشوف اول طريقة نختار فيس واحد بعد كده شفت جي سيلكت سيميلر كوبلانر ونزود التريل شولد كالتالي اخترنا كده كل الفيسز من هذا الوجه من هذا المسطح فكنا ننزع باللوب تولز رات كليك فلاتن نلاحظ ان السطح ده مائل لوب تولز فلاتن الجميل في الموضوع انه السطح مائل وهي ببقى فلات هكذا خلينا نشوف النفس الموضوع هنا شفت جي سيلكت كوبلانر وبعد كده لوب تولز وفلاتن ده بعد وده قبل ده كده قبل وده كده ده بعد طيب الطريقة الثانية لو سطح موازي الاحد الاكسيات اللي هو الزد وليكن فنختار شفت جي سيلكت كوبلانر وطبعا الطريقة المعتادة سكيل في الزد صفر ممتاز جدا طيب الطريقة الثالثة ولكن عندنا سطح هكذا غير منتظم هذا السطح فاعزين نعمل سطح ده يكون فلات شفت جي سيلكت كوبلانر نختار كل الفيسز شفت جي سيلكت كوبلانر بعد كده اكس نحزف هذه الاوجه بعد كده نختار تاني البوردر ومن اللوب تولز او عفوا من السيرش هنضغط او عفوا من السيرش مثل هنضغط زيارة ستغير مثل خلط 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 هذا هو الطرق الثلاثة كيف نعمل سطح أو نعمل فلات للفيس سواء كان سطح مائل أو السطح أو الوجه ده موازي الأكسات اللي هو الإكت أو الوي أو زد